شكرا لك شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين بحثا حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي مشيرين إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة كما عارب الرئيسين عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تظهر شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية مؤكدين أن تحقق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة جهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة والمناطق الأخرى أيضا وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية للتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية تلقاها الوزير شكري من ميلاني جالي وزيرة خارجية كندا وبيتر سيارتو وزير خارجية المجر وهانكي براينيز اسلاط وزيرة خارجية هولندا وأوضح شكري مع نظرائه على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهة مختلفة وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مصر التهدئة وضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف للتجنيب المدنيين الأبرياء تبعة هذا التصعيد أكد من دوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي قبل إنعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث آخر التطورات في قطاع غزة أن قوات الاحتلال مستمرة في استخدام القوة الغاشمة ضد الفلسطينيين وحقوقهم وأشدد منصور على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تشن حربا واسعة النطاق على دولة وشعبها وأرضها وأماكنها المقدسة ثم تتوقع السلام في المقابل استشهد 413 فلسطينيا خلال العضوان الإسرائيلي المتواصل اليوم الثاني على قطاع غزة و13 آخرين في الضفة الغربية هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء في قطاع غزة 78 طفلا و41 سيدة وفي الضفة الغربية استشد 13 فلسطينيا على مدار اليومين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة محافظات أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مجمع أنصار ومحيطه غرب مدينة غزة مما أدى إلى ضمار هائل في المباني كما شنت 13 غارة عنيفة على منطقة الفراحين شرق خان يونيس جنوبا وأوضحت مصادر محلية أن مجمع أنصار تعرض لقصف من الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ ما أحدث أضرارا مادية كبيرة فيه والمنطقة المحيطة به كما شنت طائرات الاحتلال 13 غارة عنيفة على منطقة الفراحين شرق خان يونيس ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة دون وقوع إصابات أكدت وكالة ريترز أن شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز علقت رحلتها الجوية من وإلى تل أبيب مؤقتا بسبب الاشتباكات الدائرة بين جاش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وأكدت شركة الطيران الأمريكية في بيان لها أنها تعلق رحلتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع الجاري مشيرة إلى أن رحلات الشركة إلى تل أبيب ستظل معلقة لحين سمح الظروب باستئنافها لافتة إلا أنها ستواصل مراقبة الموقف يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات اليوم اجتماعا بتشكيله الجديد في ضوء الانتهاء لمدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة وأربعة من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة وترأس المستشار حزم بدوي نائب رئيس محكمة النقد اعتبارا من اليوم رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد والرئيس الحالي للهيئة والذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بالست سنوات ورياضيا فاز الأهل على ضيفه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف الجولة الثالثة من الدوري الممتاز وبهذه النتيجة حقق الأهل الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم في الدوري بينما طلق الإسماعيلي الهزيمة الثانية هذا الموسم دوري الإسماع ليسوا أن أ أعطيدي أعطيدي دوري السلح نوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة